كان في الأمة قائد كالإمام علي عليه السلام ولكن ما كان أسوأ من الأمة التي كانت مع الإمام علي حتى أن مجرد رفع المصاحف من هذا الخبيث عمر بن العاص الدخلاء على الواقع الغرباء عن تاريخ الرعيل الأول من الفاتحين لا تمر مناسبة إلا ويستثمرونها لنفث السموم الطائفية في جسد العراق المريض ليزيدوه وهنا على وهن ويغربوه عن تاريخه وإرثه الحضاري نور المالكي ولا غرابة يعبر عن الوجه الحقيقي والعقلية الواضحة للعملية السياسية التي ابتلي بها العراقيون بعد عام 2003 بحديث موغل بالطائفية مستهدفا رموز الأمة ولسيما الذين على أكتافهم فتحت البلاد مشارقها ومغاربها وبينما التزمت المؤسسات الرسمية الصمت في عراق ديمقراطي يحتوي الجميع كما هو مفترض يعزو مراقبون ما قاله المالكي إلى استثمار سياسي جديد قبل انتخاب مجالس المحافظات واستعادة الأضواء باعتباره الأكثر طائفية وهذه ميزة بالنسبة للمنظومة التي صنعت الطائفية في العراق وقسمت المجتمع العراقي بشهادة بهال أعرجي القيادي البارز في العمليات السياسية ولم تكن هذه المرة الأولى التي يملأ المالكي خطابه بالطائفية إذ سبق له بأسلوب التحريض على القتل أن استدعى التاريخ مسقطا حوادثه على الواقع تزويرا وتحريضا إذن أنصار يزيد وأنصار الحسين مرة أخرى وعلى طول الخط يصطدمون في مواجهة شرسة عنيدة الفشل السياسي والصخب الشعبي ضد منظومة الفساد جعلت زعماء الكتل والأحزاب يحاولون من جديد الاستثمار بورقة طائفية عن طريق اختراع الأكاذيب وطرح قضايا تاريخية ملفقة والخروج بنظريات تنم عن جهل مركب وليس ذلك حكرا على المالكي وإنما يستثمر في هذا الملف غيره من الذين فشلوا سياسيا مقتدى الصدر مثال على ذلك الذي يعبث بتفسير القرآن الكريم ويشاغب حول تأويلاته وكل ذلك نابع من حقيقة بات يدركها جميع العراقيون أن هذه الأحزاب تغذي وجودها بالنفس الطائفي وتعرف أنها ستتلاشى فيما لو تمكن العراقيون من بناء منظومة وطنية عادلة وما جرأ زعماء الكتل والأحزاب على النيل من رموز الأمة بدرجة انفجة هو إصرار النظام العربي على التعامل معهم واعتبارهم ممثلين للعراق وليس أدوات مشروع إيراني تخريبي ينفث بالحقد والطائفية على حاضر الأمة وتاريخها